اهلا وسهلا فيكم من جديد مكملين معاكم بأكستر تايم وبداية حديثنا رح تكون عن كرة السلة وتحديدا مشاركة نادي الفحيص بالدورة العربية للأندية للسيدات التي أقيمت في إمارة الشارقة الإماراتية للحديث أكثر عن هذه المشاركة بالنسبة لنادي الفحيص لسيدات من ضم إلنا رئيس نادي الفحيص السيد أيمن سماوي يسعد مساك مساء الورد حالة فيك أهلا فيك شكرا شكرا إليك وأيضا كابتن الفريق والمدرب الوطني في صنصور يسعد مساك أهلا أهلا فيكم إذن مشاركة الفحيص منشوفها بهذا التقرير نقطة يتيمة هي التي حرمت نشميات الفحيص من التتويج بلقب الدورة الرياضية العربية والتي أقيمت منافزتها في إمارة الشارقة الإماراتية الفحيص قدم نفسه بقوة في هذه البطولة وكان قريبا من التتويج بلقبها لو لا لعنة التواني الأخيرة التي منحت فريق بيترجت المصري اللقب الفريق أطاح بطريقه صوبا نهائي بكل من المواهب البحريني والفتاة الكويتي قبل أن يواجه الفريق المصري واستطاع أن يواجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه من خلال النتائج القوية التي حققها في الدور الأول من المصابقة هذه النتائج ليست وليدة اللحظة بالنسبة لنادي الفحيص فسبق وأن حققنا المركز الثاني أيضا في بطولة غرب آسيا التي استضافها النادي هنا في عمان وأثبتت إدارة الفريق قدرتها على قيادة كرة السلة في الفحيص إلى مصاف أندية المقدمة عربيا وآسيا سيد أيمن بداية مبارك لتحقيق المركز الثاني ضيعتم الفوز بالثوان الأخير والخسارة كان بفارق نقطة وحيدة ورغم ذلك إنجاز يسجل ويعني نقدر نقول مبارك لأنه نتيجة مميزة الحمد لله الحمد لله شو قبرنا أكثر عن المركز الثاني ومشاركتكم بشكل عام أولا شكرا للاستضافة والاهتمام لأنه إحنا بحاجة لهذا الاهتمام لأنه إذا بلدك ما بتتقدر شو قاعد تشغل يعني هذا بيعمل لك حال تحباط إحنا مشكل رؤية على اهتمامها وعلى تواصلها معنا لما كنا حتى بإمارة الشارقة على ضرورة الالتقاء بعد العودة إن شاء الله لعمل أهلا بي أنا بعتقد يعني نادي الفحيص مثل ما ذكرته بالتقرير من ضمن الأربع سنوات أو ثلاث سنوات اللي بدأنا فيها الاهتمام بكرة السلة وتحديدا بكرة السلة السيدات والكابتن فيصل معايا من بداية يعني تأسيس هذا الفريق لغاية الآن لم نكن نفكر من منذ تلك اللحظة إلا أنه شارك فقط لأجل مشاركة أنه شارك لإحراز المنصب أنه شارك لإحراز النتائج للأسف كنا نصطدم بأنه أنتو بتعرفوا الحالة السلوية بالبلد وبتعرفوا أنه ما في دورة للسيدات ولما كان في دورة كان في فريقين وبالتالي كانت في فائدة محدودة بالمقابل إذا منحكي عن سبورتينغ مثلاً الحرز البطول المصري بتحكي عن 17 فريق بلعب بالدرجة الأولى بالدورة 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 المصري إحنا كثير مبسوطين على المشاركة بالبطوط الألعاب العربية جميل كثير سعداء بما حققنا كان في غصة أنه أنتو بتحكي بآخر عشر ثواني كانت المباراة إلنا لكن هاي كرة تسلة بآخر يعني هي كانت بجزئين من الثانية كان ممكن الجيم مصير إلنا لكن اللي شاف المباراة شاف أيضاً الأخطاء التحكمية والخطاء التحكيمي بآخر يعني جزئين من الثانية كان ممكن يحسب النفاول وبالتالي نأخذ ضرميتين حرة لكن إحنا نؤمن هاي الرياضة بالأخير أنا كثير يعني كثير مرتاح لمستوى الفريق وأداءه بهاي البطولة تحديداً قدم مستوى رائع اللاعبات المحليات قدم المستوى ولاحظت وشاركنا عدد كبير وممكن هذا المجال بحكي فيه الكابتن أكثر كنا يعني كانت مشاركتنا بإجماع الجميع سواء كان الوسط الإعلامي الوسط الإداري المنظمين الفرق الموجودة جميعاً أشادوا بالمستوى اللي قدم من نادي الفحرس بهاي البطولة وهذا أثلت صدورنا وريحنا بشكل كبير لأنه صدقاً بعد الخسارة كانت شديدة علينا شديدة على اللاعبات يعني بدي أقولك صار في شبه إنهيار لأنه كانت اللقمة بالثم مثل ما بيحكوا بالعامية بس بالمحصلة الحمد لله اللي صار أنا بعتقد أنه إنجاز يضاف لأنجزات السلل الأردنية ولا إنجزات نادي الفحرس مثل ما تفضلتوا وإحنا ثاني العرب أيضاً وثاني العرب بالمناسبة كلكم بتعرفوا مش بفرق النقاط ثاني العرب كنا بفرق السكور إلك وعليك مع نادي البترول وثاني غرب آسيا بعد نادي الرياضي وقبل نادي الهومنتمن نتائج إحنا نفتخر فيها لا نقبل إلا بالمنصة وأنا دائماً بوعد بالأول كانت قريبة هاي المرة كثير لكن هنأخذ الأول أحسن إن شاء الله كابتن فيصل مثل ما ذكر السيد أيمن أداء اللاعبات كان مميز خلال هاي البطولة إذا منا نحكي سؤال من شقين في البداية نحكي عن الفترة التحضيرية لقبل هاي المشاركة وأيضاً كيف أنتوا تناولتوا كل مباراة بمباراتها أثناء المشاركة الفترة التحضيرية نحن عندنا مشكلة بالأردن أنه عدد اللاعبات قليل نحن فريقنا حتى يعني لما نشيل المحترفات ما بكون عندنا مرات عشر لاعبات بالتمرين فكنا نتغلب بالتمرين عوضناها بأنه نعمل مباريات تحضيرية وأغلب مبارياتنا كمان كانت ضد أولاد يعني معناش فرق نسوية نلعب معها فكنا نلعب مباريات تحضيرية ضد فرق أولاد بعدين لما يجوا المحترفات عندنا وقتمل العدد ركزنا التدريب آخر فترة آخر أسبوعين قبل البطولة زدنا عدد التدريبات وحضرنا للبطولة نعم هناك تناولنا كل مباراة لحالها المباراة الأولى كانت صعبة عشان ما كنا شايفين الفريق الصومالي فما كنا عارفين كيف نحضر فكنا يعني مستعدين لأي مفاجأة بس بقية الفرق حضرناهم قبل من لعب معهم فكنا نحضر لكل فريق حسب الحاجة تبعته غيرنا أسلوب دفاعنا وأسلوب لعبنا حسب كل فريق رح نلعب معهم نعم جميل سيد أيما تحدثت قبل قليل أنه اللقمة كانت في الثم هيك وصفتها وضاعت بسبب خطأ تحكيمي وبأجزاء من الثانية صحي وكان فيه غضب بالنسبة لكم وبنسبة للإدارة كيف أثر هذا على الفريق بشكل عام وشو بالضبط أنت كيف شبت مستوى التحكيم لا أشوف أنا أنا حكيت بأثناء البطولة بعد ما انتهت المباراة وبلحظة التتويج أنا ما رحت على التتويج توجهت للشيخ أحمد اللي هو مدير الله ابن الشيخة جواهر اللي هي الرئيس التنفيذي وزوجة حاكم الشارقة والشيخة حياة البلجان شكرتم أنا أقول لك شغلي البطولة على أمستوى عالم التنظيم أخواننا بالإمارات يعني ما خلونا نحتاج أي قصة اللي كانت تلبى الابتسام كانت على وجوههم دائما وكانت أجواء يعني أجواء رياضية بامتياز شكرتم على كل هذا لأنهم بستاهلوا الشكر وبيستاهلوا ما قدموه للفرق المشاركة لكن قلت له سمو الشيخ وأنا بتأمل يبدو أنه فيه تقدير أنه مستوى البطولة لن يكون مرتفع بهذه الدرجة يعني كان فيه تقي أنا ببلشة نظري أنهم يعني ما كان فيه حكام محايدين الحكام ببعض الحكام أداروا مباريات فرقهم وهذا آه يعني مبارات الشارقة وسبورتينج أدارها الحكم حسن هو الحكم الإماراتي علم أنا ما باتهمه بالعكس كانت المباراة بعدالي لكن يعني يعني هذا بالنظم البطولات مفروض يكون فيه حكام محايدين مستوى البطولة كان أنا بعتقد عالي ما بين يعني أربع فرق اللي هي الفحيص وسبورتينج والمواهب البحريني والشارقة كان فيه محترفات على مستوى عالي نادي سبورتينج لم يحضر إلى البطولة فقط بلاعبات النادي حضر منتخب مصر اللي شارك بأفريقيا واللي شارك بتصفيات كأس العالم واللي أصلا بنات ولعبات بالدور يذهاب وإياب مع 17 فريق فكانوا محضرين وجاهدين وبقيادة مدرب المنتخب المصري فكانت البطولة على مستوى عالي أنا كنت بعتقد كان فيه كنا بحاجة أن يكون فيه حكام محايدين على مستوى هذه البطولة كانت الأقطاع تظهر بالمباريات اللي يكون فيها كلوز جيم يعني إحنا وسبورتينج مثلاً إحنا والبحرين بحرين وسبورتينج لأنه كمان القيمات كانت كثير مغلقة لكن هاي حال الرياضة يعني بلنشن إحنا ما منعلك شماعتنا على بالضبط ما منعلك شماعة الخسارة أنه لا والله الحكام لا يعني كان في بعض الأقطاع التحكمية أنا بقول لك أثرت هلأ شو ردة فعلنا تعطينا القوة دائماً جميل إحنا ملتقي دائماً مع بعضهم نحكي إحنا ما أنا ما راح نسلم الرأي أنه نقول والله إحنا خسرنا هنا خلاص إحنا بدنا نسكر هالدكانة وبدنا نقعد بيوتنا سنستمر بالعمل سنستمر بالمشاركات الآن ناديل في حيث سيستضيف إن شاء الله بشهر أربعة بطولة وابا للسيدات تلقينا دعوة من الاتحاد الفرنسي للمشاركة في بطولة بفرنسا بشهر ستة وسنولب الدعوة جميل بمشاركة فريقين من أمريكا وفريقين من أوروبا وفريقين من الميدل إيست إحنا وفريق من لبنان لأنه هاي خطوة راح تتعزز الثقة بناتنا بأنفسهم وثقتهم بأنه عم بلعبوا ببطولات عالمية سنستمر بالعمل لنتوقف عند هذا المكان لأنه بنعتقد القادم أفضل والقادم سيكون أجمل وسنحقق ما نصب إليه اللي هو ديمومة اعتلاء المناصر نعم كابتن فيصل طبعا المشاركة إنجاز والمركز الثاني إنجاز حتى لو كان بفارق جدا بسيط وهذا الدليل على تميز اللاعبات اللي موجودين عنا إذا بنا نحط هذا على جانب ونحكي عن الفائدة الفنية اللي طلعتوا فيها من البطولة بالرغم من عدم اعتلاء المنصة والمركز الأول الفائدة الفنية هي زي ما تفضل سيد أيمن أنه نحن بالأردن ما عندنا دوري فإذا بنا نعتقد على المشاركات المحلية فقط بناتنا ما رح يستفيدوا فلنيا نعم فالبطولات اللي عم نشارك فيها سواء شاركنا فيها بسنين الماضي أو اللي رح نشارك فيها هذه السنة كتير بترفع مستوى البنات المحليات الفائدة الثانية كانت بالذات هذه البطولة اختلفت ليش؟ البطولات السابقة كنا نجيب بنات بمركز صانعي الألعاب نعم فعادة صانعي الألعاب وجنحان بكون الكرة بيدهم بكرة السلة فترة طويلة فبتحس أنه بناتنا المحليات ما كانوا يرتقوا بمستواهم عشان نعتمد على المحترفات في هذه البطولة جبنا لاعبات ارتكاز تحت السلة المحترفات وبناتنا المحليات اللي لعبوا بره أثبتوا جدارتهم ورفعوا كفائتهم ويعني انبسطت كتير على مستواهم الفني بهذه البطولة كانت رحيب سيد أيمندرجع لك بجزئية هامة يعني أنتم فريق الفحيس الفريق الأردن الوحيد الممثل في البطولة العربية هل لقيتوا أي دعم من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة مالي معنوي بأي شكل من أشكال الدعم؟ لا نحن يعني خلينا نحكي بهذا الجانب بعد إذنك أولا أنا بشكر كل الداعمين لمسيرة هذا النادي وبالمناسبة لو بدي أذكرهم يمكن إحنا بحاجة لحلقات وهذا يعني ثقة إحنا منعتز فيها أنه عم بثقوا بعملنا وبإنجازنا لكن هاي البطولة بالذات كان هناك داعمين مباشرين أول هؤلاء داعمين معاني وزير الشباب المهندس حديثي لخريشة هذا الرجل الذي يؤمن بالعمل ويؤمن بقدرة الشباب على تحقيق الإنجاز وأنا بشكر أيضا لتواصله معانا بالشارقة عندما وصل الفريق للمبرانة هاي قام بالاتصال معايا ومع الكابتن فيصل وشكرنا على الإنجاز وعلى وصولنا لهذا المركز فكل الاحترام وكل شكر لهذا الرجل اللي يعني بيعنا بالعامية بقول لك معبي كرسيه هو فعلا معبي كرسيه وإحنا بنقدم له كل احترام والشكر أيضا الشكر للأسواق الحرة الأردنية ممثلة بمعالي مازن الساكت أيضا هذا الرجل الذي يؤمن بإيمان مطلق بالشباب وقدرتهم وقدم لنا الدعم الشكر أيضا للشرق الأوسط للتأمين ممثلة بالمدير العام السيد ماجد السميرات وكذلك الشكر أيضا لشركة زارة أخونا وصديقنا أحمد جمجون كل هؤلاء الداعمين إنهم الداعمين فقط كانوا لمسكدة هذا النادي وهاي البطولة بدي أكملها أنا ما صار أي دعم لقبل البطولة من اللجنة المؤقتة ولا أثناء البطولة إحنا وصلنا للفاينال ما صارش فيه ولا أي تواصل وبعد ما رجعنا فقط بعد يومين أرسل كتاب عبر الإيميل إنه منهنيكو على حصولكو على المركز الثاني وعلى تحقيق هذا الإنجاز اللي بدعم سلة الأردنية هذا فقط ما تم تقديمه لنادي الفحص إحنا نسجل عتب نسجل عتب كبير إحنا فريق أردني مثلنا الأردن بشرف طبعا إحنا من عمل بالميدان ورفع العالم الأردني لم ننظر وراء المكاتب كنا أو بأمس الحاجة للدعم المعنوي إحنا عمرنا ما طلعنا للأمور المادية إحنا بدعم قررنا نشارك يا عندنا القدرة على أنه نأمن هاي المشاركة يا إحنا منلتزم ببيوتنا ونقول إحنا قدرتنا نلعب بالدوري ونلعب محلي لكن إحنا منثق بقدراتنا ومنثق بالناس اللي بيثقوا فينا ومنأمن مشاركاتنا دائما إحنا كنادي منأمنها من هؤلاء الأصدقاء والداعمين لكن كنا مننتظر لدعم هل يش مستنيين دعم الاتحال؟ مش مستني دعم ربنا والناس اللي بثقوا فينا مش تكبر لا إحنا بهمنا دعم الاتحاد وبهمنا دعم أي حدا لكن أنا ما بشحده أنا ما بطلبه لأنه أنا عم بقدم إشي أنا اللي بقدم للبلد قاعد أنا اللي بصهر بليالي بقوا 13 يوم بعيد عن بيتي وأنا عم بتبع كل كبيرة وصغيرة أنا اللي بنزل إحنا بناتنا حجم دموع اللي نزلوهم بعد المباراة النهائية يمكن بيعبوا 10-11 كوب من هذا النوع دلالة على انتماء وحبهم للبلد إحنا اللي رفعنا عالم الأردن وإحنا وقفنا على المنصة وباركوا للأردن لما كتبت إذا تابعوا للصحافة الإماراتية كتبت جارية الاتحاد ذهبت السلية تذهب من عمان إلى مصر ما قالوش ذهبت من اللي في حيص وذهبت من أي من صماوي وراحق باسم الأردن من عمان لمصر طبعا كنا بحاجة لهذا الدعم لكن أنا ما بقدم أعضار لحدا هاي رؤيتهم هيك بيفكروا وهموا يعني صحبي القرار إحنا مستمرين إحنا باقيين يعني برأيك هم كانوا باستطاعتهم إنهم يقضوا يدعم لنا باستطاعتهم ألوة يعني ألوة والله أشياء يعطيكم العافية أنتم بكرة مسافرين إحنا منشكركم إن شاء الله بتنفذ البلد لا مانديا ولا معنويا لا تليفون نعم طيب بدي أرجع للمستوى أنا الفني واللاعبات ومستوى الفريق بشكل عام وتحديدا اللاعبات المحترفات برأيك هل عندهم القدرة أو وصلين للمستوى الفني المطلوب حتى أنهم يقوموا أو يخوضوا بمشاركات أخرى لاعباتنا عم بوصلوا لهذا المستوى عم بتتحسنوا من سنة إلى سنة نحن بلشنا هذا الفريق قبل ثلاثة سنوات نعم واللي بتطلع علينا قبل ثلاثة سنين وهلأ يعني الفرق بين السماو والأرض المحترفات نحن هاي السنة زي ما حكينا جبنا محترفات ما يحملوا الفريق عشان بدنا نعتمد عبناتنا بدنا نعطيهم المسئولية والفرصة والفرصة وأظهروا أنهم هم أد المسئولية نعم فنحن محترفاتنا كانوا بالنسبة للبطولة يمكن من أضعف المحترفات نعم الفرق الثاني كانوا جايبين محترفات على مستوى WNBA طب مقارنة بلاعباتنا المحليات نفس المستوى أو بتحس أن المحترفات أقوى أو لاعباتنا أقوى لا هلأ بكملوا بعض تكميل هنا عنا ضعف بفريقنا أنه ما عناش لعبات طوال القامة نعم ما عناش لعبات ارتكاز فاضطرين نجيب يساعدون ويكملوا فريقنا بس مستواهم لما قارن المحترفات اللي جبناهم مع المحترفات الموجودين بالبطولة محترفاتنا ما كانوا مستواهم أدهم كانوا كويسين ومناحوا وساعدونا نحقق لكن مش بقوة محترفات بس مش بقوة المحترفات اللي جايبينهم فرق الشارقة فرق البحرين يعني كل الفرق كان معها محترفات مع هذا الفريق المصري وأنا بحيي بس هذا كان منتخب مصر ان شاء الله إحنا نوصل كمان ان شاء الله منوصل بس عشان نوصل لازم نعرف أنه اللاعب اللاعب كرة السلبي بحتاجي لعب 30-40 مباراة بالسنة الوحدة مصر بلعب وهلد عشان عندهم دوري 16 فريق وعندهم مشاركات فريقية ومشاركات عربية بالأردن نهنا اللاعب الأردني يعني أنا فريقي السيدات في حيص من وقت ما بلشت لهلأ لعبين 56 مباراة بثلاث سنوات وخارجية معظمها وثلاثة رباحة خارجية بالدوري المحلية لعبين السنة الماضية لعبنا سبع مباريات يعني ما سكروش العدد المطلوب خلال السنة بزر يعني هم مجموع صفق تلت سنين عشان نهنا أخذ مننا وقت لعبين ما نوصل على المستوى بس الحمد لله وصلنا وإن شاء الله لساتنا نكملين سيد عيمن إنجازاتكم واضحة وأكبر دليل نتائج الفريق الحمد لله لكن إن شاء الله دائما لكن سؤال القوي أمتى نشوف فريق الفحيص لرجال عم نفكر هلا أنا إحنا عم نعمل عنا إشي اسمه مولد نجم رح أكون اهتمامه بالفئات العمرية فما يعني من 6 سنوات لغاية 16 سنة رح يكون بإشراف الكابتن سمير نصار جميل وبدأنا يعني عدينا كل الدراسات وعدينا كل البرامج اللي نحن تستقطب هاي الخمات في حال توفر للمنطقة يعني إحنا خاطبنا يعني كل المنطقة بتعرف الفحيص يعني قربها من الكمالية وقربها من دابوغ وقربها من مدارس المشرك والبكاروريا عم نحاول نتواصل مع كل هاي وهاي بقعة جغرافية كبيرة ومفتوح لكل الأردن بالأساس في حال توفر العناصر القادرة على أنه نشكل فريق من هاي المدارس اللي راح نبدأ أول دورة إلها بنهاية هذا الشهر سيكون هناك فريق للرجال لكرة السلة الآن إحنا عنا مشاركة إحنا بفريق الأربعة عشر عنا حوالي ثمانية وعشرين أو ستة وعشرين لاعبة بهذه الفئة راح نشارك تشارك الفحيص بفئة ألف وباء يعني بفريقين ألف وباء جميل اللي راح نطلق الدورة تباحهم يوم غد ورح نقدم بأعتقد مستوى كويس لأنه عم بتدربوا كويس وجانسة أحلية عم بعمل محهم جهد مليح وفي حماس عند البنات إحنا حندخل على طابق الرجال في حال توفرت هاي العناصر من أولاد النادي نعم يعني هي خطة مستقبلية مثل ما عم نبني هلا إحنا سنة الأربعة عشر وستطاعش حتى بالتالي في حالة الإحلال في حالة الإحلال يكون في عنا بنات هنا بنات النادي متشبعات التفاصيل اللي إحنا لازم نوصلها إلهم جميع نعم أكيد نتمنى لكم كل التوفيق نتمنى إنكم نشوفكم بتحققوا المزيد من الإنجازات وتتحسن وتتطور كرة السلة الأردنية لبين ما ترجع لما كانت عليه في السابق قطن فيصل وسيد أيمان عندي مداخلة سريعة سريعة احنا أولا أنا بشكركم بشكر كل الداعمين شكرا عندي ملاحظة إلها علاقة بموضوع اللجنة المؤقتة وموضوع الإخصاءات اللي صارت لأعضاء لهذه العامة نعم سريعا بدون ما يعني ما نوجه أي نوع من أنواع الاتهامات إحنا توقعنا إحنا عودتنا تفاجأنا في منشط بيقول بيبارك لنادي الفحيص ومنشط ثاني بيقول فقدان عضويتهم باتحاد قرة السلة ما عندي مشكلة بهذه الناحية لكن القرار الاتحادات فيه أنظمة جديدة نعم إحنا كأندية مش مسؤوليتنا أنا أدرس النظام وأفصله المفروض إذا فيه نظام موجود أنت كاتحاد بتدعي الأندية وبتشرح لها عن هاي الأنظمة حتى أنا عارف بين لازم أكون وإذا فيه نقاط مفصلية عليك أنك تبعت لي يعني أنت عندك أنت تجد اشتراكات إحنا متعارف عليه بيتم اقتطاع هاي المبالغ من أرصت الأندية وكل أندية السلة بتها مصاري كانت من الاتحاد كان بيمكان ابتطاع هذا المبلغ وبالتالي تزديد رسوم انتسابات انتساب الهيئة العامة نعم هذا لم يتم أحد الزملاء ذهب إلى الاتحاد ليدفع كان جواب الاتحاد إحنا ما عنا قرار من اللجنة نأخذ مصاري وبالتالي تم الإطاحة بخمستاشر نادي من عضوية الهيئة العامة اللجنة الأولمبية أمس تداركت هذا الأمر نسلت عليها ضوء تدارست هذا الأمر لجنة الأولمبية وخاطبت إنه الأندية القديمة إذا بتشارك برجع عضويتها عندي تساؤل فقط للجنة الأولمبية في حال في حال رجوع العضوية هل يحق لهاي الأندية الانتخاب والتصويت لم يوضح هذا بي توجهات اللجنة الأولمبية أكيد رح نتابع هذا الموضوع سيد أيمان شكرا للإضافة شكرا لكم معنا وسامحونا إلا إحنا كل الدماء شكرا سيد أيمان وشكرا لكم